صباح الخير مشاهدين وإهلا بكم في أموال ومسارات في البداية نوقي نظرة على أداء السوق السعودي في هذه اللحظات بعد ارتفاعاته القوية في جسد الأمس ووصوله عند 7600 نقطة وما فوق ذلك بدعم من المصارف وبقيادة الراجحي الآن تراجعات عند 7621 نقطة لا يزال عند هذه المستويات ويحافظ عليها منذ جلسة الأمس معظم القطاعات على تراجع الآن المواد الأساسية هناك تباين في أداء القطاعات كذلك بالنسبة لقطاع الاتصالات الإعلام أيضا على تراجع منذ بداية الجلسة ولأبرز الأخبار اليوم وفق مجلس إدارة صفولا على تعيين المهندس النيس مؤمن رئيسا تنفيذيا للمجموعة وذلك بناء على توصية لجنة المكافآت وترشيحات المنبثقة من مجلس الإدارة على أن يباشر أعماله كرئيس تنفيذي للمجموعة اعتبارا من الأول من أبريل نحظ صفولا في المطقة الخضراء عن 39 ريال على ارتفاع تقريبا بـ 10% وقعت شركة صادرات عقد شراء لمدة سنة مع شركة أرام كوريتا كريل زيت التشحيم ولمادة الكبريت بكامل إنتاجها البالغ 37 ألف طن هذا وسوف يتم الإعلان لاحقا عن الأثر المالي أو عن أي تطورات أخرى صادرات إذن ارتفاعات تقريبا بـ 13 مئة التداول عند 152 ريال و40 هلالة لأسهم وإلى نتائج المالية مشاهدينا وليشركة دور للضيافة والتي سجلت انخفاض في الأرباح لعام بنسبة 18% محققة 93 مليون ريال أيضا انخفاض في أرباح الربع الرابع بنسبة 19% ومحققة 19 مليون وستمائة ألف ريال وأيضا هناك كان انخفاض في الأرباح بسبب انخفاض الطلب من قبل قطاع الأعمال نلقي نظرة على السهم إذن شركة دور للضيافة تراجعات بـ 18% تداول عند 19 ريال و12 هلالة لأسهم أعلنت شركة تعاونية للتأمين زيادة الاحتياطات الفنية لمواجهة المتطلبات المحتملة بناء على توصية الخبير الاكتواري وتوقعت الشركة حسب بيان لها على تداول أن يكون الاعتماد هذه التوصية أثر سلبي على نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وبينت أنها ستقوم بتعيين مراجع اكتواري مستقل للتحقق من قيمة الاحتياطات الفنية الواجب اعتمادها والأثر المالي لها وتوضيحه ضمن إعلان النتائج للسنة المالية المتهية في 31 ديسمبر 2017 فور الانتهاء من تدقيقها واعتمادها إذن التعاونية تراجعات بنسبة القصوى الآن تقريبا بـ 9.18% عند 78 ريال و70 هلالة لأسهم أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن انخفاض المبالغ الخاصة بالمدينين التجاريين وبنسبة 47.44% وذلك بعد تحصيلها لمبلغ 210 ملايين و330 ألف ريال من أحد كبار عملائها بالإضافة إلى تحصيل مبالغ متفرقة من عملائها خلال شهر يناير وبقيمة 72.700.000 ريال إذن رعاية على ارتفاعات بـ 21% عند 64 ريال للسهم نلقي نظرة الآن المشاهدين على بعض القطاعات ونبدأ بقطاع المواد الأساسية سابق إذن تعود لارتفاعاتها بعد التراجع التي كان عليها أو كانت عند السعر 106 ريالات للسهم أيضا إذن ارتفاعات بـ 13% تعود عند 107 ريالات لسهم سبكيم العالمية تراجعات بـ 13% المتقدمة إذن ارتفاعات بـ 10% مجموعة السعودية ينبع الوطنية كذلك على تراجع طفيف كان السعودية أيضا تستمر في الارتفاعات وتحافظ على المنطقة الخضراء بـ 16% نلقي نظرة على قطاع المصارف بعد أن دعم مصرف الراجحي الارتفاعات في جلسة الأمس إذن كانت تقريبا ثلث الارتفاعات كانت أيضا من مصرف الراجحي ارتفاعات بنسبة طفيفة عندـ 73 ريال وثمانين هلال للسهم البنك الأهلي أيضا يحافظ على ارتفاعاته في المنطقة الخضراء بـ 20% كذلك البنك الأول ارتفاعات طفيفة نلقي نظرة على قطاع الاتصالات السيسي حافظت على ارتفاعاتها لعدة جلسات على التوالي إذن ارتفاعات بـ 16% عندـ 73 ريال للسهم زين تراجعات 13% كذلك اتحاد وعذيب أيضا تراجعات بـ 18% نلقي نظرة على الشركات الأكثر ارتفاعا اسمنت تابوك تتصدر قائمة بالنسبة القصوى يليها اسمنت ينبع اسمنت حال كذلك معظم شركات الاسمنت أو جميع شركات الاسمنت إذن الآن على ارتفاع تصدر قائمة الأكثر ارتفاعا نلقي نظرة على الشركات الأكثر تراجعا التعاونية تصدر قائمة بالنسبة القصوى وكذلك ملاذ للتأمين أكثر التعاونية الاتحاد التجاري سلامة للتأمين إذن الشركات التأمين أيضا أغلبها تصدر الأكثر تراجعا ترجمة نانسي قنقر